السلام عليكم مدارس الوطن العربي اليوم رح نشرح مادة التربية الوطنية والمدنية للصف الثامن تحديدا درس مكافحة الفساد من صفحة 47 إلى صفحة 50 رح نتعرف اليوم على مفهوم الفساد ماذا يعني الفساد؟ الفساد هو يعرف بأنه أخطر القضايا التي قد تواجه المجتمعات الحديثة فهو آفة العصر لما يتركه من أثار سلبية في أبناء المجتمع الواحد وإنعكاسه على خطط التنمية ماذا يعني آفة؟ آفة هو مرض قد يصيب مجتمع فبيؤدي ذلك إلى أثار سلبية فساد قحت تأثيره بيكون سلبي بشكل كبير على أبناء المجتمع الواحد بنعكس على خطط التنمية ماذا يعني التنمية؟ اللي هي التطور المجتمعات وتعرفنا عليها في دروس سابقة أيضا الفساد هو إساءة استخدام السلطة الممنوحة للفرد استغلال الوظيفة سواء كانت في مجال المال أو في التهاون في تطبيق القوانين والأنظمة أنه بتم استخدام استغلال الفرد للسلطة الممنوحة له أو استغلال وظيفته بطريقة سلبية بطريقة غير قانونية غير مشروعة على حسب قوانين المؤسسة أو الدائرة اللي هو بيعمل فيها رح نتعرف على الأسباب اللي بتأدي إلى وقوع بعض الناس في ممارسات خضأ أو ما يطلق عليها الفساد من هاي الأسباب الابتعاد عن القيام الأخلاقية الحميدة اثنين ضعف الأجهزة الرقابية في القيام بدورها الفاعل أو غيابها احنا هون بنحكي عن أجهزة الرقابية المتواجدة في المؤسسات والدوائر المختلفة الحكومية العامة والخاصة المؤرثات الاجتماعية أو الموروثات الاجتماعية الخطأ اللي بيكون تمتلكها بعض الناس وبتمشي على هواها مثال عليها الواسطة والمحسوبية لحد الآن احنا بنشوف كثير في مجتمعاتنا استخدام مفهوم الواسطة والمحسوبية وهذا بيؤدي إلى حدوث علامات فساد أو أسباب فساد كثير كبيرة في أبناء المجتمع الواحد رابعا عدم احترام سيادة القانون احنا بنعرف أنه في كل دولة لها قانون ولازم الإنسان أو الفرد أو المواطنين أنهم يلتزموا في تطبيق هذا القانون والعمل على القوانين اللي بتصنها أي دولة فبالتالي عدم احترام سيادة القانون بيأثر في ظهور الفساد بين أبناء المجتمع الواحد رح نتعرف على مفهوم اليوم العالمي لمكافحة الفساد الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت يوم وأسمته اليوم العالمي لمكافحة الفساد هذا اليوم هو اليوم التاسع من كانون الأول ما هو كانون الأول وهو شهر 12 من كل عام ليكون اليوم العالمي لمكافحة الفساد شو بيعملوا في هذا اليوم العالمي؟ أنه بيعملوا على نشر الوعي بمشكلة الفساد على أهمية مكافحة الفساد من قبل أفراد المجتمع من قبل المؤسسات المختلفة لما له من أثر سلبي على الدولة وعلى المجتمع الآن رح نتعرف على ثالثا وهو صور الفساد الفساد يكون على عدة صور من هاي الصور الرشوة شو يعني الرشوة؟ مثال عليها هي تقديم رشوة من أجل الحصول على عقد معين أو ترخيص معين هو بيكون شخص أو مؤسسة بتدفع مال مقابل خدمة مقابل خدمة لكن هاي الخدمة تستهان من حق ليس له يعني هو ليس له الحق بهاي الخدمة لكن استخدمها بطريقة غير قانونية غير شرعية بنسميها اللي هي الرشوة الاعتداء على المال العام المال العام هو حث عليه الدين الإسلامي هو عدم الاعتداء على المال العام لأنه هو ليس مال لشخص واحد وإنما ملك أمة بأكملها ملك للدولة فالصارق له صارق لأمة لا لفرد معين الاحتيال والتزوية الاحتيال والتزوير كثير منشوفه في عدة معاملات معاملات مالية معاملات ورقية منشوفها مثلا بالمطارات أنه بتم تزوير الجواز الصفر أنه بنفس صورة الشخص لكن بيكون محتال بأنه له اسم غير اسمه الحقيقي لدخول دولة معينة أو لعمل أي شيء غير قانوني يعني هو بيكون فيها طرفين طرف مرتكب للجريمة وطرف بتعرض لخسارة نتيجة هذا الاحتيال الواسطة والمحسوبية وموروث اجتماعي ما زال الكثير من الناس بتقوم بالعمل على هذا على صورة الفساد هاي اللي هي الواسطة والمحسوبية هو من أخطر أنواع الفساد طبعا الإداري بتم غرس ثقافة الاعتماد على الآخرين أنه ما بتم الاعتماد فيه على الكفاءة الشخصية على الخبرات الموجودة عندنا وإنما من خلال الواسطة بتم توظيفه في وظيفة ليس له الحق في توظيفها ليه لأنه خبراته ما بتهيئوا لهاي الوظيفة استغلال الممتلكات العامة الممتلكات العامة اللي هي بتكون ممتلكات لمجتمع كامل بتم الاستفادة منه من قبل أشخاص وليس من قبل شخص واحد وإنما عدد كبير من الأشخاص فأنا عندما يتم استغلال هاي الممتلكات العامة أنا بأثر على مجتمع كامل وليس على فرد واحد. لو أعطينا أمثلة أخرى على صور للفساد عدم الالتزام بمواعيد الدوام الرسمي التهاون في تطبيق الأنظمة من قبل المؤسسات طبعا هلا إحنا حكينا عن مفهوم الفساد أسبابه عن صور الفساد الآن بدنا نتعرف على الآثار السلبية لانتشار ظاهرة الفساد في المجتمع مثلا مثلا زي المجتمع الأردني طبعا الفساد عمل على أو أدى إلى انهيار قيم أخلاقية قائمة على الصدق والأمانة والعدل والمساواة وتكافؤ الفرد طبعا هلا ظاهرة الفساد بتتعارض مع مفهوم النزاها اللي تعرفنا عليه في الدرس اللي قبل الماضي اللي هي أنه الإخلاص في العمل هي قيم بتكون متواجدة عند الفرد يجب أنه يلتزم فيها أنه يبدي المصلحة العامة على المصلحة الشخصية كمان أدى إلى انتشار نواية سلبية عند الأفراد في المجتمع زاد من نسبة الفقراء أدى إلى التراجع في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية هجرة أصحاب الأموال إلى خارج الدولة عندما قاموا باستغلال مناصبهم قاموا بالهجرة إلى خارج الدولة فبالتالي عمل فساد في المجتمع هجرة كمان الكفاءات اللي عندهم الكفاءات العلمية التعليمية فعنده هجرتهم بيؤدي ذلك إلى ظاهرة الفساد عنده تعيين أشخاص ليس لديهم المؤهلات التعليمية والخبرة الكافية في مجال معين لعدم توافرها في المجتمع لأنه حكينا هجرة الكفاءات بتأثر على المجتمع من خلال نقص هذه الكفاءات يؤثر الفساد سلبا في مبادئ الدموقراطية عندما لا يتم احترام سيادة القانون من قبل أفراد المجتمع فبالتالي رح يؤثر على مبادئ الدموقراطية في أي مجتمع دموقراطي ترائق لمكافحة الفساد أول طريقة اللي هي المساواة بين المواطنين أمام القانون أنه الناس أمام القانون سواء لا نفرق ما بينهما مثلا أنه نحاسب أصحاب السلطة عند ارتكابهم لمخالفات ما فبالتالي أنا بحقق المساواة بحقق عدالة بحقق تكافؤ فرث تطبيق مبدأ المحاسبة والمسائلة المسائلة تعرفنا عليها الدرس السابق اللي هي إحنا نسأل الأفراد عن أوجه القصور مسائلة شخصية لفرد واحد أو لعدة أفراد الشفافية في وضع التشريعات والقوانين والأنظمة والوضوح في تطبيقها ومعاقبة المخالفين الشفافية هي وضوح العلاقة ما بين الموظفين والمؤسسة المؤسسة عندما تكون المؤسسة واضحة في قوانينها في تعليماتها في نصوصها اللي يجب أن يقوم الموظف بالالتزام بها فبالتالي عند مخالفة هذا الموظف في إحدى هاي القوانين إحدى هاي التشريعات إحدى هاي التعليمات يجب مسائلته في أوجه القصور اللي صادرة منه ومعاقبته عليها التمسك بمنظومة القيم الحميدة اللي بتقوم على ممارسة الفضائل كالصدق والأمانة والإخلاص والموضوعية والمهنية حالة مرتكبي أعمال الفساد إلى السلطات القضائية اللي ينالوا العقاب حسب القانون إحنا منحكي المتهم بريء حتى تثبت إدانته شو يعني؟ معناها أنه معك دليل قدمه إلى هيئات مخصصة في مكافحة الفساد الفساد لإثبات جهة معينة أو مؤسسة ما أو فرد ما بأنه بيستغل منصبه في طرق غير مشروعة غير قانوني فبتم محاسبته بالتالي بناء على هذا الدليل توعية الأفراد باختار المجتمع آثاره على المواطن والدولة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي من خلال شاشات التلفزيون الأردني من خلال أنه إحنا مدونات في الجرايد أو في المجلات المختلفة في أنه نوعي الأفراد في أخطار الفساد وكيفية مكافحته أخيرا هيئة النزاهة ومكافحة الفساد هيئة النزاهة ومكافحة الفساد جاء تأسيسها من قبل إرادة ملكية سامية بوصفها هيئة مستقلة تعمل بالتنصيق مع جهات ذات علاقة على وضع استراتيجية عامة لكيفية مكافحة الفساد والوقاية منه في جميع مؤسسات الدولة الخاصة والحكومية والعامة وتنفيذها بصورة مؤسسية شو سبب صدور هاي الهيئة اللي يكشف عن مواطن الفساد والتحري عن القضايا المرتبطة به جميعها بما فيها الفساد المالي والإداري قد باشرت هذه الهيئة عملها في التاسع عشر من شهر آذار من عام 2007 في عنا في أسئلة الدرس سؤال الخامس ما صورة الفساد في القضايا الآتي ألف مدير في إحدى المؤسسات يوظف إحدى أقاربه في وظيفة لم يعلن عنها نوع أوصور الفساد الموجودة في هذا المثال هي الواسطة والمحسوبية با ترك الإضاءة مشتعلة في إحدى الدوائر الرسمية بعد انتهاء الدوام الرسمي الجواب هو استغلال للممتلكات العامة جيم كسر بعض الطلبة مقاعد الدراسة ولم يعترفوا بذنبهم اللي هو الاعتداء على المال العام فيه كمان عندنا سؤال الرابع بين أسباب الفساد أسباب الفساد اتعرفنا عليها في بداية الدرس وهي الابتعاد عن القيم الأخلاقية ضعف الأجهزة الرقابية المؤرثات الاجتماعية وعدم احترام سيادة القانون طرق لمكافحة هاي الأسباب مثل عقد ندوات دينية توعوية تشكيل لجنة مخصصة في كل دائرة للإصلاح الإداري أنه بعود إليها الموظفين أنه في مكتب ما أو في جهة معينة تم ارتكاب صورة من صور الفساد فبالتالي من خلال هاي اللجنة بتستدعي هاي الجهات التي قامت في إحداث صورة من صور الفساد ومحاسبتها بناء على دليل موجود عندها لمحاربة الفساد وقت اكتشافه يعطيكم العافية وهيك منكون غطينا درس مكافحة الفساد بتمنى أنكم تكونوا استفدوا